وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 412 قضية تموينية بمبطط بلغت قرابة 35 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت وزارة الداخلية أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط 623 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزنة و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط قضيتين في مجال مخالفات التلعب ومنظومة توريد وتدول القمح المحلي بمضبطات بلغت أكثر من ثلاثة أطنان من الأقمح المحلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر